طيب هنروح لخبر يمكن احنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت ويجبناه من الكواليس ولكن كنا بنقول كواليس يعني ما كناش بنقول خبر لان طبعا زم حضركم عارفين احنا لا نعلن عن اي شيء الا بعد ما يعلن عنه النادي الاهلي نفسه يعني النادي الاهلي يعلن عن شيء قناته تعلن ولكن احنا عمرنا ما نقدر نسبق النادي الاهلي في شيء ولكن احنا بنكلام عن كواليس عن امور معينة تخص الفرقة كنا قلنا ان طبعا إبراهيم ويمودي الجمال ويمودي الجرحي يعني مش موجودين في تدريباته ملعبوش بطولة القاهرة اللي فاتت فكنت متوقع ان ممكن يكون دا اعتزالهم وبالفعل النهاردة النادي الاهلي اعلن رسميا على صفحته اعتزال مودي الجرحي كابتن فريق لكرة السلة وإبراهيم الجمال النجمين الكبار اللي يده للنادي الاهلي كثير وكثير وكثير من المجهود والعرق والبطولات كمان مودي الجرح يمكن كابتن الفريق في آخر خمس ست سنوات والحقيقة كان نعمة لكابتن الفريق وابراهيم الجمال مش هحتاج تكلم عنه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر قرر أن هم يخرجوا من الباب الكبير في النادي الأهلي ويعلموا اعتزالهم هذا الموسم النادي أهلي أعلن ده على صفحته ويعني إن شاء الله أكيد هيكلهم دور الفترة القادمة داخل النادي الأهلي وأكيد النادي الأهلي عمره ما بينس أولاده اللي سهمه كتير بشكل كبير في نجاحاته وبطولاته وعايز أقول لكم أن هذا القرار أخذ مودي الجرح وابراهيم الجمال بطوع إراداتهم بالكامل يعني بالعكس هما لو كانوا عايزين يكملوا كانوا هيكملوا ما فيش الكلام ده خالص فريق كرة السلة هو قرارهم وكان باختيارهم وشايفين أنه يعني خلاص جاء الوقت العودة مرة أخرى لسفوف الجماهير وهو ده الطبيعي الحقيقة يعني على ولادي النادي الأهلي أن أنت النهار ده في الملعب بكرة هتطلع عبر الملعب وهتبقى أحد جماهير النادي الأهلي قد تتولى منصب داخل النادي أو لا تتولى لكن في الأول وآخر أنت ابن من أبناء النادي الأهلي وهتفضل تدعمه وقوة النادي الأهلي الحقيقة بتبقى بجمهوره ومحبيه ودعمه هي دي قوة النادي الأهلي الملايين اللي بتدعم النادي الأهلي هي دي قوة النادي الأهلي ودايما بيتقال كده وحتى الرحل الكبير كابتن صالح سليم فطل إلى هذا وهو قال النادي الاهلي ملك من صنع هو ومن صنع النادي الاهلي هو جمهوره والحقيقة لما بتخلص مهمتك جوان النادي الاهلي يعني بتخلع قميص اللي كنت بتبتديه لسنوات بترجع على طول خطوة مع الجماهير وتريد تشجع النادي إبراهيم ومودي يعني يا ربي كلهم الفترة القادمة وجود مع النادي الاهلي عشان ينقلوا خبراتهم لكل من هو داخل النادي الاهلي طيب أعزائي المشاهدين خليط لعلي فاصل لكم من الأخبارنا ولكن بعد ذلك